بسم الله الرحمن الرحيم نواصل حديثنا عن الممبران تكنولوجي حقيقة لدينا أربع أنواع معروفة من أنواع الممبران هي المايكروفيلتراشن ممبران وهذه تمتاز بإنه لها مسامات تتراوح ما بين 0.1 إلى 1 مايكرون المايكرون معروف لدى الطلاب بإنه it is 10 to the power minus 6 لدينا النوع الثاني هو الألترافيلتراشن ممبران وتمتاز بإنه لها حجم من 5 to 100 نانومتر النانومتر النانوفيلتراشن ممبران لها pore size from 1 to 5 نانومتر بينما الـ reverse osmosis it can go for less than 0.1 نانومتر لكن بعض الباحثين يصنفوا الـ reverse osmosis على إنه it has no pores طيب السؤال الذي يطرح نفسه كيف تفصل if you have no pores زي ما ذكرنا بإنه الممبران تعمل بطريقتين الـ screening الـ sieving والطريقة الثانية الدفوجن في حالة الـ reverse osmosis التناضح العكسي تحدث عملية الفصل بواسطة الدفوجن الشكل اللي أمامنا بيوضح مدى دقة هذه النواع المختلفة الـ micro filtration ultra filtration nano and reverse osmosis فالـ micro filtration يستطيع إنه يحجز الأحجام suspended solids قطع وزرات الرمل الصغيرة جدا التيربيدي التي قد توجد في الماء نستطيع إننا نتخلص منها بواسطة الـ micro filtration بينما ultra filtration it can remove the macro molecules الجزيئات زاد مثلا جزيئات الـ polymer التي تتكون من أحجام كبيرة جدا يمكن إننا نزيلها بواسطة الـ ultra filtration الـ nano filtration نستطيع إننا نسحب المركبات ذات الـ multi-valent ions مثلا آيونات الكالسيوم التي معروفة بإنها تسبب عسر الماء نستطيع إننا نزيلها بواسطة الـ nano filtration آيونات الحديد كثير من الآيونات اللي موجودة الثنائية فما فوق ذات الشحنات الكهربائية الثنائية فما فوق نستطيع إننا نزيلها بواسطة الـ nano filtration الـ reverse osmosis on the other hand nano and reverse osmosis نجد بإنه البكتيريا والـ suspended solid تزال بواسطة الـ micro filtration الـ ultra filtration تزيل الفيروسات وهذه أحجام صغيرة للغاية هناك بعض الـ colloidal particles التي يمكن أن تمر من الـ micro filtration تحجز بواسطة الـ ultra filtration الـ nano filtration تزيل الفيروسات والـ reverse osmosis تقريبا يزيل كل شيء ويعبر فقط جزء الماء